الله سبحانه وتعالى كما يقول الشعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إذا سألت إذا تركت سؤاله وإذا سألت بني آدم يغضب يعني أصلا أنت الله تبارك وتعالى يحبك أنك أنت تسأله هو وتطلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس يقول يا غلام يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني يركز فيه هذه العقيدة يركز فيه هذه المعنى حتى يبقى دايما عزيز يبقى دايما عنده الروح تعل العفة والأنفة والكبرياء فمحتاجين أنه هذا فيه خلل في العقيدة لما الإنسان المشكلة وصلنا ربما بعض الناس ظروفهم الاجتماعية ربما تضطرهم إلى أنه وحنا قلنا هذا خلل خلل صح صح لكن بعض الناس يعني اتخذوها حرفة حرفة سبحان الله وكأنها يخلد صباح خدام وبالأبناء ديالهم يعني وظيفة عمل يعني كما يقسم الأدوار وهكذا وهذا يعني من ناحية القانونية مجرب من ناحية القانونية لكن من ناحية العقادية من ناحية الأخلاقية غير مقبول تماما على إنسان مؤمن جزائري حر أنه يمديده ممكن يعني ممكن يقترض المال ممكن يستادين ممكن يطلب مساعدة